بسم الله الرحمن الرحيم قال لي المحبوب لما زرته من بالباب قلت بالباب أنا قال لي أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا قال من ببابي قلت انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا قال أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا وها أنا ذا أدخل حلقة اليوم من برنامجكم دعوة للحياة أدعوكم فيها للحياة الكريمة الطيبة من خلال هذا البرنامج ومع الفقرة الأولى القرآن والحياة الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام دعوة للحياة من خلال كتاب الله فالقرآن منهج حياة بالقرآن نحيا القرآن هو الذي يوجهنا هو الذي يسيرنا القرآن ينظم لنا شؤون حياتنا فالقرآن ينظم علاقاتنا الإنسانية بعضها ببعض فالأخ مثلا والحياة لا تحلو إلا بأخ والحياة لا تحلو إلا بأخ أو صديق ولكن ضع بجانبها كلمة أخرى الحياة لا تحلو إلا بأخ صالح نعم الحياة لا تحلو إلا بأخ صالح فالقرآن ينظم علاقة الأخ بأخيه القرآن يضع منهاجا يضع منهاجا لعلاقة الأخ بأخيه ليكون أو لتكون علاقة منتظمة طيبة مباركة القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى في كتابه إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا نعم الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا تأكيد الرباني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ماذا بعد ذلك بعد إيمانهم وعملهم للصالحات ماذا يكون يوفقهم الله تبارك وتعالى لأن يتوادوا مع بعضهم البعض سيجعل لهم الرحمن ودى القرآن الكريم وفق المؤمنين فجعلهم إخوة قال إنما المؤمنون إخوة وكيف تكون أخوتهم في القرآن الكريم الأخوة في القرآن الكريم هي الأخوة الصادقة هي الأخوة التي ينزع منها كل شيء إلا أن تكون في الله وإلا أن تكون لله ماذا إذا جلسنا مع بعضنا لنتعارف ألسنا جميعا ألسنا جميعا أبناء دين واحد فلماذا نتعارف على أننا كل واحد فينا ابن قبيلة كذا التي تسود القبائل كلها أو هذا ابن عائلة كذا التي تسود العوائل كلها أو هذا فلان بن فلان صاحب المنصب اجتمع عمر وسلمان الفارسي مع مجموعة من الناس فأخذوا يتعارفون هذا يقول أنا جرهمي وهذا يقول أنا همذاني وهذا يقول أنا فلان بن فلان فجاء الدور على سلمان فقال أما أنا فابن الإسلام وقال عمر وأنا كسلمان وأنا كسلمان الأخوة في الله الأخوة الصادقة تنبع من المحبة والمحبة تنبع من القلب والقلب إذا صفى أحب حبا خالصا لله القلب إذا صفى أحب حبا خالصا لله ماذا إذا كان المؤمنون إخوة كانوا كالبنيان المرصوص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه انظروا كيف تكون علاقة المسلم الموحد الذي يترك كل الدنيا من أجل إيمانه من أجل أن يصل لربه من خلال علاقته بأخيه هكذا يكون المؤمن لأخيه المؤمن إذا صلح الأخ مع أخيه صلحت الدنيا لهما بل أصلحت الدنيا لهما يصلح الله لهما أحوالهما إذا كان صالحين وإذا صلحت علاقتهما ببعضهما البعض إن الأخ إذا احتاج إلى أخيه وعاونه يا عم يا عم الشيخ حضرتك تقصد الأخ اللي من دم ولحم ابن أمي وأبي آه لو كان هذا هو أخوك في الله آه لو كان الأخ من أمك وأبيك هو أخوك في الله لأعانك لشد أزرك لكان ساعدك الذي تسعى به انظر كيف قال موسى لربه قال ربي اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا الإسلام يحدد علاقة الأخ بأخيه إذا كانت علاقة من الأب والأم علاقة النسب علاقة الدم إذا كانت علاقة النسب هذه إذا كانت علاقة النسب هذه علاقة صالحة هي لله كانت أنعم بها من علاقة بل أفضل علاقة أما إذا ساءت فنحن نحتاج إلى الأخ الصالح في الله في الله حتى ولو لم يكن من الأب والأم حتى ولو لم يكن من النسب هذا مصعب بن عمير يوم بدر يمر على أخيه عزيز وأخوه كان على الشرك وقد أسر يوم بدر فمر مصعب على أخيه وهو في يد أنصاري في يد واحد من الأنصار فقال مصعب أشدد وثاقة جمد الرباط أشدد وثاقة قال عزيز يا مصعب ألا تعرفني أنا أخوك قال اشدد وثاقة فإن له أم ثرية علها تفتديه قال يا مصعب أهذه وصاتك بي ده أنا كنت مفكر إن لي هنا ضهر أتسند عليه كنت أظن أن هذا أن هذا الذي يناديني يناديني من أجل أن يرحمني يا مصعب أهذه وصاتك بي قال اشدد وثاقة ثم نظر إلى الأنصاري وقال إنه أخي عنك ده أخوي عنك أنت بعدت عني لما بعدت بدينك أما دين الإسلام يؤاخي بين الأخ وأخيه يصلح بينهما يجعل المحبة تجعل أكثر من علاقة النسب بين الأخ وأخيه تكون أكثر من علاقة النسب الله الله لو أنك خاللت رجلا صاحبته رافقته في الله ماذا تكون هذه العلاقة كيف تكون بالله كيف تكون الصورة التي تسير بها من خلال علاقتك بأخ صالح ما رافقته وما صاحبته إلا لله مش المسل بيقول الصاحب ساحب نعم الصاحب ساحب فإذا صاحبت رجلا موثقا رجلا محبا لله ورسوله دلك على الخير أعانك على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالعياذ بالله إن رافقت غيره وكان غير صالح لم يعينك على طاعة الله بل أبعدك ولم يعينك على أن تأتي سنن رسول الله بل طاردك من هذا الطريق القرآن منهج حياة ينظم لنا علاقة الأخ بأخيه المؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت أحوالهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم هكذا تكون علاقتهم بينهم وبين بعض أما على المشركين أما على الكافرين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين بينهم وبين بعض أذلة رحماء لا فارق بينهما قال أبو ذر لبلال ذات مرة يبنى السوداء فذهب بلال حزينا حزينا فشكاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ برسول الله يعنف أبا ذر ويقول له إنك امرؤ فيك جاهلية يعني ما زالت هذه أخلاق الجاهلية ابتعد عنها يا أبا ذر فإذ بأبي ذر يستسمح أخاه يريد أن يصافيه يريد من أخيه أن يسامحه فقال يا بلال أعتذر منك هذا خدي فوضعه على الأرض وقال تأخدي حتى حتى أتحلل من هذا الذنب فقال له بلال قم يا أخي قم يا أخي فليس بيني وبينك مثل هذا قم يا أخي فليس بيني وبينك مثل هذا ما كنت لأفعل ذلك معك فأنت أخي أنت أخي كذلك أنت أخي أي أخي أقربك أناديك أحبك لذلك لأن محبتي لك توصلني لدرجة عالية لذلك أنا حريص حريص جدا على أن أؤاخيك في الله على أن أسير هذه العلاقة علاقة المحبة في الله معك فكن يا أخي لي كما أنا لك لماذا إذا تشاجر اثنان أو عوتب واحد منهم في أمر ما لماذا نصر على القطيعة لماذا هذه القطيعة والدنيا قصيرة الدنيا حياتنا فيها معدودة الأنفاس تخيل أنفاسك تعد عليك ماذا إذا دخل النفس ولم يخرج وماذا إذا خرج ولم يدخل ماذا ماذا تفعل حينها كيف تتحلل من أخيك إن ظلمته قال واحد من السلف لأخيه أي أخي موعدنا غدا لنتعاتب بكرة نعمل أعدى عربي أو نلجأ للقضاء ونروح بقى نتعاتب فنرى حلا لهذه الأمور التي بيننا فقال أي أخي بل موعدنا الآن لنتغافر لنتسامح لين استنى البكرة ولين تعاتب أصلا بل موعدنا الآن لنتسامح لنتغافر أي أخي بل موعدنا الآن لنتغافر ألا فتغافروا ألا فتسامحوا فإن حياتكم أنفاسكم فيها معدودة القرآن ينظم علاقتك مع أخيك في الحياة انظر كيف صنع القرآن مثالا رائعا ضربه لنا فصرنا نتأسى به بين من بين المهاجرين والأنصار قال الله تبارك وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يتحدث القرآن في هذه الصورة العظيمة عن المهاجرين الذين استقبلوا الأنصار أحسن وأروع وأفضل استقبال بتزور هوك طبعا ليه أصل والله في مصلحة بينه وبينه طيب شوف المصالح اللي هنا كده كانت ايه ترك أناس ديارهم وأموالهم في مكة ثم ذهبوا إلى المدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلهم الأنصار أهل المدينة والذين تبوأوا الدار المدينة المنورة سكنوها كانوا يسكنون قبل المهاجرين فإذ بالمهاجرين يقدمون عليهم فيستقبلونهم أفضل وأروع استقبال ويؤاخي رسول الله بينهم بين المهاجرين والأنصار فإذ بهم يضربون لنا أروع الأنثلة في المحبة في الإخاء الصادق بينهما هذا مثلا سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف القصة المشهورة العالمية التي تكتسح كل قصص الأخوة هذا سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن كان تاجرا مشهورا في مكة معروفا ثريا ترك المال والتجارة والدارة والأهل ترك كل ذلك وجاء يفر بدينه لله ثم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف آخ رسول الله بينه وبين سعد فقال له سعد بن الربيع يا عبد الرحمن هذه داري أقسمها بيني وبينك نصفين فخذ النصف الذي يحلو لك يا عبد الرحمن هذا مالي أقسمه بيني وبينك نصفين لكن عبد الرحمن بن عوف علم الأمة علم شباب الأمة ألا يتكلوا ذي كنت ممكن تبقى فرصة عظيمة تسنح لشاب من الشباب أن يجد بيتا ومالا ثم يجد زوجة لكنه لم يتكل علم الشباب كلهم أن يبحثوا عن العمل وأن لا يتكلوا وأن لا يجدوا هذه الفرص فيستندوا عليها فيجلس حتى لو وجدت فرصة زيدي لا أخرج واسعى للعمل كي تجد المقابلة بإذن الله تبارك وتعالى فخرج وقال أي أخي دلني على السوق بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق أنا أعرف أشتغل السوق بتاعكم منين السوق من أين ونعرف أشتغل فيه وحصل منه المال اللي أنت بتدهولي بسهولة ده أنا مش عايز بسهولة هكذا استقبلوهم انظر أخي بالله عليك المثل العظيم الرائع رجل من الممكن أن يضحي بنصف ماله لأخيه من الممكن أن يضحي بنصف بيته لأخيه ما هذه الأمثلة الرائعة ما هذه الأمثلة الرائعة نهو مثل عظيم رائع في الأخوة الصادقة في المحبة الصادقة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا صادقا أنصف هؤلاء في اتباعهم لرسول الله فماذا فعلت أنت فماذا صنعت أنت هل أطعت الله حق طاعته هل أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق طاعته هذا ما سنراه إن شاء الله في الفقرة القادمة سنة تحييها وتحييك نعم هذا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه قال له رجل ذات مرة يا أبا هريرة أريد أن أؤاخيك في الله أنا بقى عايز أجي معاك وأبقى أأخي لك كده في الله كما علمنا رسول الله حينما آخى بين المهاجرين والأنصار يا أبا هريرة أريد أن أؤاخيك في الله ممكن صحبك ورفقك فقال أبو هريرة نعم ولكن إذا أردت أن تؤاخيني في الله دعني أضع يدي في كمك فأاخذ ما تريد يعني سبني كده حطي إيدي في جيبك واخذ اللي أنا عايزه وما تسألش قال ومن يستطيعها يا أبا هريرة من يقدر على كده الله ومن يستطيعها يا أبا هريرة فقال أبو هريرة استطاعها من كان قبلك فأصبحوا إخوة وأنعم بهم من إخوة إذن لا تصاحبني إن كنت تريد أن ترافقني فدعني أفعل ذلك وافعل ذلك معي ولكنك إذ لم تستطع فلا أستطيع أنا أن أواخيك في الله الأخوة الصادقة هي التي تجعلك تعطي وتمنع ولكن لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان إذا أردت أن تكون كامل الإيمان فلتحب لله ولتبغض لله أنا أحب هذا الرجل لا لمصلحة وإنما لله أبغض هذا الرجل لا لمصلحة وإنما لله أعطي لا أنتظر أجراً ولا ثواباً من أحد وإنما أنتظر الأجر من الله أمنع حين أمنع هذا العطاء وأنا أيضاً أنتظر الأجر من الله تبارك وتعالى وأحتسب ذلك كله عند الله هي المحبة دي تعمل إيه في الإنسان المحبة دي تخليك قريب جداً من ربنا قريب جداً من ربنا عارف السنة إلا أنا نفسي أدل حضرتك عليها إيه النهاردة قال أن تزور أخاك في الله هنا ممكن أسكت شوية وارجع أسألك وأقول لك بقالك قد إيه ما زرتش أخوك في النسب اللي هو من أمك وأبيك ده في نسب يقوا سكنين في عمارة وحدة والشقة أقصاد الشقة وده أخ لده لكن للأسف ما بيشوفوش بعض إلا في الأعياد وممكن يكونوا متخصمين حتى في الأعياد ما يشوفوش بعض وتغلق الأبواب دون الإخوة ولا حول ولا قوة إلا بالله وأحيانا يزور الأخ أخاه وقلبه لا يزوره نعم يكون معه بجسده لكن قلبه ليس معه لماذا لأنه إن معه ولكن لمن للدنيا يجري خلف الدنيا وينسى الآخرة إذا أحببت أخاك سواء من النسب سواء في الله هي كلها لله تبارك وتعالى ولكن اعلم بالله لقد أوجب الله على نفسه محبته لك لمجرد أن تزور أخاك في الله قال الله في الحديث القدسي الذي بلغه عنه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وجبت محبتي لمن يا رب قال للمتزاورين في والمتجالسين في الله أكبر وجبت محبة الله لهؤلاء نعم قال الله تبارك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ما كان اجتماعهما إلا لله وما كان تفرقهما إلا وهما يطيعان الله يعني اجتمعان في طاعة ويتفرقان وهما على طاعة أية محبة هذه أنعم بها من محبة والله قال أبو هريرة راويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زار رجل أخل له في قرية في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا في صورة إنسان يعني على طريقه أنزل الله ملكا في صورة إنسان فسأله أين تريد رايح فين قال أريد أن أزور أخلي في قرية كذا قال وهل لك من نعمة عليه تربها في بينك وبين مصلحة هل هناك مصلحة تريدها منه وهل لك من نعمة عليه تربها قال لا غير أني أحبه في الله حاجة الوحيدة اللي نريح له على شنها فقط هي أني أحبه في الله لا غير أني أحبه في الله الله أكبر بالله هذه المحبة ماذا تصنع في السماوات استمع لبقية الحديث قال الملك فإني ملك أمرني ربي أن أخبرك بأنه يحبك كما أحببت فلانا فيه كما أحببت فلانا فيه لذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنك إذا أحببت إنسانا في الله لله أن تخبره قل له إني أحبك في الله إذا أحببت إنسانا فأخبره فكان رجل يجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل آخر فقال يا رسول الله إني أحب هذا فقال هل أعلمت قال لا قال قم فأخبره قم فأخبره ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا أخبرنا أحد أنه يحبنا في الله فلنقل له أحبك الذي أحببتنا فيه أحبك الذي أحببتنا لأجله نعم والله بهذه المحبة يبلغ الإنسان درجات عالية سنة تحييها إذا أحييت هذه السنة أحيتك رفعت شأنك أحبك الله أحبك الله إذا زرت أخاك إيه العظمة دي لمجرد فقط أن أطرق باب أخي لمجرد فقط أن أزور أخي ما هو وتحسبونه هايين أنت بتهيألك إنه عمل بسيط بتهيألك إنه عمل سهل جدا لكن هذا العمل عند الله عظيم يكافئك ويجازيك عليه كثير الثواب سبحانه وتعالى نعم هو الكريم أنت تتعامل مع كريم أنت تتعامل مع كريم قال الله تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور لكن أشكر ربنا بقى على ما يعطيك الله إياه أشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الأخ أشكر مش المثل بيقول اللي بيعتر بيقول إيه أخ مش كده اللي بيعتر بيقول أخ طيب الأخ ده مش محتاج برضه إنك تعامله معاملة حسنة مش محتاج برضه إنك تزوره مش محتاج إنك ما تنساش ولا هي حياتنا عادت عاملة إزاي حياتنا بقى تعاملة إيه الواقع بتاعنا عشناه إزاي وبنعيش إزاي دلوقتي هو دا اللي هنشوفه في الفقرة القادمة حياتنا في الواقع رجل اسمه عيسى التمار كان من أثرياء السلف وله صديق يحبه اسمه فتح الموصلي احتاج فتح الموصلي ذات يوم ديناري لكنه لم يجد فماذا يصنع فطرق باب أخيه عيسى ففتحت الجارية فقال لها سيدك بالدار قالت لا فانصرف أراد أن ينصرف قالت لها له يا سيدي ماذا تريد قال شيء كنت أريده من سيدك إلا أنه غير موجود قالت ماذا كنت تريد من سيدي قال كنت أريد منه دينارين قالت انتظر حتى آتيك بهما قال وسيدك قالت لن يعنفني فإنه يحبك انتظر يا سيدي فدخلت وجاءت من كيس عيسى بدينارين وأعطتهما لفتح الموصلي فأخذهما فتح وانصرف وبعد فترة جاء عيسى إلى داره فأخبرته الجارية الخبر فقال لها والله إن كنت كاذبة لعنفتك تعنيفا وفتح كيسه ووجد الكيس قد نقصدي نارين بحق فقال لها أعطيتهما حقا لفتح قالت نعم يا الله يا سيدي قال يا جارية أنت حرة لوجه الله أنت حرة لوجه الله حضرتك في الواقع وانت طالع من البيت آخر كلمة بتقولها ايه بتقول بسم الله توكلت على الله وانت خارج ولا بتنادي يا ولد اوعى عمك فلان يجي وانا غايب وياخد كذا يا بنت اوعى خلتك فلانة تيجي وتاخد كذا مش دي بتبقى آخر كلمتنا ولا ايه أنا شايف إن دا واقع ناس كتير ولكن لا نعدم الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في برد ناس صلحين وفي ناس طيبين وفي ناس بيألد عيسى التمار وفتح الموصلي وفي ناس كرمة وبيحب إخوانهم ويذهبون ويتوددون إليهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود هذا الود هو المتمثل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر نعم الأمة جسد واحد الأمة جسد واحد فإذا شكى واحد في الصين أو في الهند إذا شكى مسلم موحد لله في أي بقعة من بقاع الأرض فإني لابد لابد وأن أتألم له نعم فهو أخي هو أخي في الله تبارك وتعالى هذه الأخوة لابد وأن تكون صادقة لابد وأن تكون حقيقية لابد وأن نضرب الأمثلة الحقيقية الرائعة الآن في هذا الزمان أم أننا اكتفينا بزمن الصحابة فحسب ثم نقول دائما دول كانوا الصحابة دول كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يقول لرجل آخر وسمعته بأذني ماذا تصنع لماذا تبيع هذا البيع وترحم الناس هذه الرحمة الناس لن يرحموك وإن صدقت مقولته الأخرى إن الناس لن يرحموا إن إنما رد الرجل فقال ولما ولما لا أصنع ذلك وقد علمني رسول الله وتعلمت من الصحابة ذلك قال دول كانوا الصحابة كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا مش دا كلام ربنا تبارك وتعالى مش النبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا أليس هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم أليس هو قائدنا صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نتأسى به ألم يربي ويعلم بيده صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم ألم يربيهم ألم يربيهم ألم يعلمهم صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق السامية فنتعلم نحن منهم أيها الإخوة الكرام واقعنا فيه بعض الألم واقعنا يجعل القلب يعتصر ألما أحيانا إلا أن الإنسان إذا صدق مع إخوانه في هذه الحياة الدنيا سيضربون أرعى الأمثلة إذا ذهبت إلى بيت أخيك غض طرفك عامله معاملة طيبة نعم غض طرفك كان الربيع بن خثين من أتباع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الربيع كان يقول له عبد الله بن مسعود والله لو رآك رسول الله لأحبك الربيع بن خثين هذا كان ذات يوم يبكي ويتألم ألما شديدا جدا من البكاء فتقول له أمه أي بني ماذا صنعت هل قتلت أحدا فنفتديك منهم من أسرته هل قتلت أحدا فنفتديك قال نعم يا أماه قتلت قالت دلني على أهل القتيل قال قتلت نفسي قالت بما قال بكثرة ذنوبي قال بكثرة ذنوب تب تعال نشوف كثير الذنوب ده ماذا قالت عنه جارية عبد الله بن مسعود كان إذا طرق باب عبد الله بن مسعود تقول الجارية لعبد الله بن مسعود يا سيدي صاحبك الأعمى قد حضر ولم يكن أعمى ولم يكن أعمى لكنه كان يغض طرفه يغض بصره لا ينظر إلى ما حرم الله ولا ينظر في بيت أخيه أكثر ما يجب أن ينظر حتى يمشي أو يجلس نعم هكذا كانوا يتعلمون ويعلموننا إبراهيم بن أدهم كان إذا سار إلى الحج اشترط على من يرافقه تعرف يا اشترت إيه وكان دا من خيرة التابعين وإبراهيم بن أدهم وما أدراك ما إبراهيم بن أدهم إبراهيم بن أدهم كان إذا سار مع رفقة في الحج اشترط عليهم اشترط ماذا قال أشترط أن أخدمكم يخدمهم بنفسه الله أكبر ما هو أحد الناس قال لو لم يسعى لك أخوك في خدمتك فكبر عليه أربعة يعني عده في عداد الموتى فكبر عليه أربعة يعني صلي عليه صلاة الجنازة عده في عداد الموتى لو لم يسعى لك أخوك في حاجتك فكبر عليه أربعة إلا أن إبراهيم بن أدهم كان يشترط أن يخدم الرفقة التي تسير معه إلى الحج إبراهيم ذات يوم وهو في رفقته إلى موسم الحج وجد أخا من إخوانه يغسل ثيابه فقال ما تصنع؟ قال أغسل ثوبي يا إبراهيم قال ألم أشترط عليك أن أخدمك؟ بالله لا ترافقني في رحلتي الله أكبر لمجرد أنه غسل ثوبة كان قد اشترط عليهم أن يخدمهم جميعا من غسل الثوب والطبخ الله أكبر ما هذا؟ ما هذه المحبة؟ ما هذا القلب الصافي؟ من يستطيع أن يفعل ذلك؟ هل نحن نقول أوهاما؟ هل نحن نقول شيئا يشبه الأساطير؟ لا والله إنما هي حقيقة من يصف قلبه هي حقيقة من يحب ربه هي حقيقة من يتجه بقلبه إلى الله ويعامل الناس على هذا الأساس ولا يتخلف عن ذلك هي حقيقة من يسعى خلف الجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة عندما ينادي رب العزة سبحانه وتعالى أين المتجالسون فيه؟ أين المتزاورون فيه؟ والنتيجة اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي بتحرم نفسك ليه؟ بتحرم نفسك من حاجة زي كده ليه؟ بتحرم نفسك أن ربنا تبارك وتعالى ينادي عليك يوم القيامة بأنك تزور عبدا من عباده فيحبك لأجل هذا الله أكبر الله أكبر يحبك لأجل أنك تزور فقط أخا من إخوانك فيناديك فيناديك يوم القيامة ليظلك في ظله سبحانه وتعالى أي حرمان من يحرم نفسه هذا الحرمان من يحرم نفسه هذا الأمان امرأة وجدت زوجها خرجا ليرد على طارق طرق فإذ به يعود ثم يأخذ مالا من كيسه فيعطيه للسائل ثم يرجع فيبكي قالت ما يبكيك قالت ما يبكيك قال إنه صاحبي فلان قالت وما حاجته قال احتاج كذا وكذا من المال فأعطيته إياه قالت وإن كنت لا تريد أن تعطيه تعطيه ثم تبكي قال لها يا حمقاء ما لهذا أبكي وإنما أبكي لأني لا أعلم حاله فانتظرت حتى يسألني أنا ما سألتش عليه بقالي فترة علشان كده مش أخد بالي معاه ولا ما معهوش واستنت لغاية لما ييجي يسألني وأنتم ما أدراكم بذل السؤال أسأل الله أن يعافينا جميعا من ذل السؤال اللهم أمين انظروا هذه هي العلاقة التي يجب أن تكون بين الأخ وأخيه في الدنيا ليصل سويا إلى رضا رب العزة سبحانه وتعالى انظر لعبد يحب أخاه هذا العبد يحب أخاه فيجب أن يكون صادقا معه في كل شيء نعم يجب أن يصدقه في القول وأن يصدقه في الفعل المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أنت يجب عليك تبين لصديقك وتنصحه أنت رفيقه وأنت ساحبه الذي تصاحبه تسحبه إلى ما يجب أن يرضي ربك تبارك وتعالى فاسحبه إلى الخير ولا تضله نعم اسحبه إلى الخير ولا تضله إنك أخ وما تدري ما معنى كلمة أخ انظر لقول موسى أذكرك به رب جعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي انظر لهذه الياء انظر لهذه الياء أخي نعم الذي أملكه الذي يكون لي في هذه الدنيا سندا وعونا إنه أخي نعم إنه أخي فإذا برب العزة سبحانه وتعالى يوفق هذا النداء من هذا النبي الكريم يوفقه له فيجعله وزيرا له فيجعله وزيرا له الإنسان إذا أراد أن يرافق أحدا مش لازم برضو الاختيار دا يبقى له مغزى مش لازم برضو الاختيار دا يبقى قائم على أسس تختار إنسان ترفق الزين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل دي البداية اعرف انت هتختار مين طيب وبعدين مثل الجليس الصالح لازم يكون صالح لازم يكون صالح ليه مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة طيب انظر انظر إلى هذا الهدي النبوي المبارك أنت تستطيع أن تختار رفيقا لك في هذا الدرب في هذه الحياة طيب كيف أختاره لابد وأن يكون صالحا فهو ربنا مدحمين قال إن الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ود عليك أن تؤمن وتعمل صالحا حتى يوفقك الله تبارك وتعالى إلى هذا الإنسان الصالح في الرفقة الطيبة ثم ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من برنامجنا فقرة فوائد سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه قال هذه الدنيا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيها من مال لا تعذل شيئا ثم رأيتني بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقد فضل الأخ أخاه وقد فضل الأخ نفسه على أخيه في المال ثم أنا أرى زمان الآن يفضل الإنسان أنا أتكلم الآن عن نفسي أفضل الإنسان مش ماله ومش نفسه على أخيه لا يفضل مال نفسه على أقرب الناس إليه دا مش كده وبس وقد يعبد بعض الناس المال والعياذ بالله تكون حياتهم كلها فلوس حياتهم كلها أموال وبس لذلك عبد الله بن عمر نفسه لما قيل له لقد مات فلان الأنصاري وترك مئة ألف دينار فقال والله لقد تركها أما هي فلم تترك يعني إيه هي لم تترك يعني سيحاسب عليها إما أن تكون في ميزان حسناته أو تكون في ميزان سيئاته والعياذ بالله أما هي فلم تترك طيب هذا المال طب الدنيا دي كلها تسوي إيه عندك ليه بتفرأ بينك وبين أخوك بسببها قال أبو سليمان الداراني والله لو جمعت لي الدنيا كلها في لقمة لوضعتها في فم أخي لو كانت الدنيا كلها جمعت لي في لقمة ولوضعتها في فم أخي فأبو أنت تأخذ إيه لا استقللتها كمان عليه ولا استقللتها عليه ولا استقللتها عليه نعم ليه لأنه أخي الذي أحبه وبمحبتي إياه أصل لدرجات لدرجات عند ربي إما أن يحبني ربي ويرضى عني أو يدخلني الجنة وسلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أيها الإخوة الكرام إن المحبة الصادقة تنبع من قلب صادق من نفس صادقة طيبة مباركة تدلك على الخير تحثك على فعل الخير لقمان الحكيم كان يقول لولده استفد هذه الفوائد لقمان كان يقول لولده أي بني اتخذ من كل قرية تنزل بها صديقا وأخا قال لما يا أبتي قال علّه إذا ميت وعرف بموتك قال رحمه الله تشوف السبب علّه إذا ميت وعرف بموتك قال رحمه الله مجرد أني أدعوه لك أبو حمدون القارئ رجل من مشاهير القراء كان لا ينام حتى يدعو لثلاثمائة من إخوانه فنام ذات ليلة ولم يدعو لهم فإذ به في نومه يرى حوراء من حور الجنة فيريد أن يمد يده إليها فتقول حسبك حسبك لقد انطفأت مصابيحك الليلة يا أبا حمدون قال أيّة مصابيح قالت قم فتوضأ وافعل ما كنت تفعل في كل ليلة فلما قام تذكر أنه لم يدعو لمن يدعو لهم كل يوم من إخوانه وأحبائه فتوضأ ودعا لهم فلما نام رآها وظن أنه في الجنة وأضاءت له مصابيح الجنة هذا أبو الدرداء رضي الله عنه أرضاه صحبي الجليل قالت عنه زوجته أم الدرداء ما كان أبو الدرداء يصلي الصلاة إلا ويدعو في سجوده لسبعين من أحبابه وإخوانه أنت بتدعي لأخوك طيب حضرتك بتدعي لأختك طب ليه الميراث فرق بيننا لأننا لم نراعي شرع الله فيه طب ليه الدنيا فرقت بيننا لأنها أخذتنا إلى ما تحبه هي طب ليه أنا أصبحت بعيدا جدا عن أخي لأني أو هو ما لأحدنا أو لعلنا لاثنان ما لأحدنا إلى الدنيا الدنيا أخاذة غرارة تغر صاحبها أما إذا أردت الفوز والنجاة فعليك أن تصفي قلبك وأن تتجه بنفسك وأن تكون في حياة طيبة مع إخوانك حتى تصل لرضى ربك تبارك وتعالى الدنيا لا تحلو إلا بأخ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا كلنا من نسل واحد دخل رجل على معاوية بن أبي سفيان فمنعه الحاجب فقال أخبره قل له أخوك بالباب فقال له معاوية أخي من فقال أدخل فلما دخل قال ممن من أبي من أمي ممن قال أنا أخوك من آدم أنا أخوك من آدم قال والله إنها رحم ضيعناها ووصله معاوية وأجزل له العطاء حتى مات هذا الرجل أخوك من آدم نعم نحن إخوة في البلد نحن إخوة في الدين نحن إخوة في الإنسانية كلنا إخوة يحتاج المرء فينا إلى أخي ولكن انظر إذا أردت أن تآخي فآخي واحدا صالحا أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يجعل مصر بلدا آمنا أمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم وفقها وأهلها لما تحبه وترضاه اللهم مش في مرضانا وهيئ لنا يا رب العالمين خيرا حيث ما كنا اللهم مش في مرضانا ومن أخص بالدعاء أخص أخي بالدعاء ومن على شاكلته يا أرحم الراحمين واللهم زوج بنات المسلمين وشباب المسلمين بزوجات وأزواج صالحين يا رب العالمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم كانت حلقة اليوم دعوة للحياة أستمر فيها إن شاء الله حتى نلتقي في حلقة أخرى أدعوكم للحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة